بسم الله الرحمن الرحيم إنه غفور شكور قال مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من سادات التابعين رحمه الله تعالى قال هذه أعظم آية للقراء يقول هذه أفضل وأرجى بعض الرؤيات أنه قال أرجى آية للقراء يعني من أنعم الله عليه بنعمة القرآن حفظ القرآن تل القرآن تدارس القرآن علم القرآن عميل وهذا هو التاج عميل بالقرآن الكريم يناله هذا الفضل العظيم